اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي حيث تم الاطلاع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية وخلال اجتمع آخر تابع رئيس السيسي سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والتقافة حيث واجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والتقافة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة الأمر الذي يعزز عناصر البناء والتطور العمراني ويحققه قيما مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة والمقامة على مساحة حوالي 127 في الدن خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آسارا لعدد من عواصم مصر على مدار التاريخ ومتحف الفنون الذي يعرض العديد من اللوحة الأسرية والحديثة ومتحف العملات فضلا عن دار الأوبرا الجديدة التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط وتضم قاعة رئيسية تصل ساعتها إلى حوالي 1200 فرد وهي مقامة وفقا لأحدث وأرقى التقنيات الهندسية العالمية من صوتيات وأنظمات عرض إلى جانب مصرح للموسيقى يصل ساعته إلى حوالي 1200 فرد وهو مؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية وكذلك مصرح للدراما والأداء الحركي يتسع لحوالي 630 فردا وذلك في إطار تراز مامري فريد وسري وقد وجه السيد الرئيس بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالة الفنون والثقافة وذلك التعاون في نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة وكذلك للإنسانية جمعا ترجمة نانسي قنقر